اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة والربح والسلامة رح يمكث القمر في هاي المنزلة اللي هي منزلة قلب العقرب أو القلب لغاية الساعة 12 و 6 دقائق من ظهر اليوم الاثنين لا ينتقل بعدها القمر لمنزلة الشوالة وهي برضو في برج العقرب هي منزلة للطفر والتفريق والسلامة والربح والخراب والتسليط طبعا القمر لما بيكون موجود في برج بنوخد احنا من صفات هذا البرج جميع الابراج فعشان هيك في هاي الفترة بنكون اكثر تطرفا في تصرفاتنا يا منحبه بشدة يا منكرهه بشدة بنشعر بانتقاد الغير والغيرة والحدتها برضو وبيلعب الجنس دور ملحوظ في حياتنا يجب ان نسيطر على مشاعرنا بشكل جيد لانه ممكن ننفجر في من حولنا تحت وطء الضغط عاطفي محبط بوسعنا في هاي الفترة اما شراء تأمين او تجديد تأمين او عمل تأمين او صحة حياة الامور هاي كلها او حتى على العقارات وارضو يمكننا قراءة رواية بوليسية مثيرة ومشاهدة فيلم وغامرات واتخاذ قرار حاسم او شراء او استئجار بيت جديد بالنسبة للزوايا الفلكية طبعا اليوم في عندنا زاوية وحيدة هي من الزوايا اللي صارت ذروتها يوم ذروتها كانت يوم 12 أربعة طبعا هي مستمرة بتأثيراتها لغاية يوم 25 أربعة هي زاوية المشتري مع نبتون وهي هاي الزاوية اللي مناسبة للإلهام والأرباح المالية عن طريق توسط صديق او جمعية وفي هاي الفترة بتنتهي وضعية حرجة لبعض الأبراج وبعض الأبراج ممكن يوقعوا في الحب من أول نظرة بالنسبة للزوايا اللي اليوم رح تتشكل طبعا هي متشكل وذكرناها في الحلقات السابقة ولكن اليوم مجموعة كبيرة رح تكون ذروتها اليوم من هاي الزوايا البطيعة وبرضو في زوايا رح تتشكل مع الكواكب البطيئة مع القمر يعني عنا مجموعة كبيرة أول زاوية رح نحكي عنها هي زاوية التسديس الإيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي ذروتها اليوم طبعا هي مستمرة بتعثراتها لغاية يوم 21 أربعة الساعة وحدة وتسع دقائق صباحا بتوقيت جرينيتش بتصير هاي الزاوية اللي هي الزاوية الإيجابية بين عطارد وبين الزهرة وهاي زاوية بتعزز المواهب الفنية والأدبية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية اقتران سلبية بين عطارد وبين أورانوس وبرضو هاي تأثيراتها مستمرة لغاية يوم 19 أربعة اليوم ذروتها ساعة أربعة و 51 دقيقة صباحا بتوقيت جرينيتش عادة في حال هاي الزاوية بتصيبنا حالة من التشتت الفكري وعدم التركيز ومما يصعب علينا إيجاد حل المسائل كما أنه في هاي الفترة بيزيد عصبيتنا وتقلبات المزاج عنا ومنرتكب الأخطاء ومنتهور بالحركة وبالكلام وبالقيادة حتى قيادة السيارات كما أنه هذا الوقت غير مناسب وغير صالح للشراكات ممكن أنه الفترة هاي إذا اعتمدنا على الحدس الحدس يخوننا فعشان هيك لا تعتمدوا على الحدس في هاي الفترة وهذا يوم رح يصير فيه ازدحام عنيف في الطرقات لقيادة المركبات والحوادث أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية التسديس إيجابية رح يكون بين الزهرة وبين أورانوس وهاي برضو تأثيراتها مستمرة ليوم عشرين أربعة اليوم ذروتها ساعة سبعة واربعة عشر دقيقة صباحا بتوقيت جرينيج هاي زاوية بتهيئ الفرصة للبدء بعلاقات غرامية بصورة مفاجئة وبنصير ننظر للحياة بتفاؤل أكبر وكمان بتصير شعبيتنا في تصاعد أكثر أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية الخطيرة اللي سبب ببعض البلبلة والاشتباكات والعنف اللي صار في خلال الأيام الماضية وهي زاوية التربيع السلبية ما بين الشمس وبين بلوتو واللي تصادفت مع انتقال المريخ اللي زادت من هاي الحوادث وخصوصا في القدس المحتل اللي شهدنا الأحداث اللي قاعدة بتصير طبعا هاي زاوية تأثيراتها لغاية يوم 22-4 اليوم برضو ذروتها الساعة 13 دقيقة عصرا وعادة هاي زاوية لما بتصير زوايا سلمية بين الشمس وبين بلوتو بتثور أعمال عنف ومواجهات لها علاقة بالنيران والمعادن وبرضو بتعزز التسلط عند البعض وبحاولوا فرض سيطرتهم على الآخرين أما بالنسبة للأحداث الدولية فعادة بصير أنه في هاي الفترة بنكشف أو بصير مؤامرات ضد حكومة ما سواء داخلية أو خارجية وقيام الحكومة بتعبئة ضد بعض الجماعات الإرهابية اللي بتحاول زعزعة الأمن والاستقرار وهناك احتمال وقوع حوادث كالحرائق والظواهر الطبيعية كالزلازل والبراكين وأمور التعريب أما بالنسبة للزوايا اللي رح تتشكل ما بين القمر والكواكب اللي هي البطيئة الكبيرة فاليوم عندنا أول زاوية هي زاوية التربيع سلبية رح تكون بين القمر وبين زحل وهاي رح تكون الساعة 33 دقيقة عصرا بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها من ساعات الصباح لغاية ساعات منتصف الليل فمن واجه مصاعبه عرقيل بتطلب مننا أن نبدو الجهد لنتغلب عليها بأنفسنا وأن لا نعتمد على الحضود بيفتقر البعض للشجاعة اللازمة لمواجهة مشاكلهم فبيلجأوا للهروب إلى الماضي بدل من مواجهة الحاضر أما بالنسبة لزاوية التي تليها وهي زاوية التثليث إيجابية بين القمر وبين نبتون وهي رح تكون الساعة 4 و39 دقيقة بعد العصر بتوقيت جرينج طبعا تأثيراتها برضو من ساعات الصباح لساعات منتصف الليل بتعزز الخيال الخصب وبيقوى الحدث وعليه فأنه أكثر المستفيدين هم اللي بيعملوا بمجالات ذات صلة بذلك الفن والديكور والتجميل أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تثليث إيجابية بين القمر وبين المشتري وهي رح تكون في تمام الساعة 36 دقيقة مساء بتوقيت جرينج طبعا هاي زاوية تأثيراتها من ساعات الظهيرة لها بعد منتصف الليل أو أول ساعات من يوم الثلاثاء فمنهدم بشكل كبير بمشاكل ومتاعب الآخرين من حولنا كانها مشاكلنا إحنا ومنحاول أن نساعدهم قدر الإمكان يعني زي تقديم أعمال إنسانية وبرضو بتلوح الفرصة للتحصيل على مكسب مالي وبتساعدنا في تعزيز الروابط العائلية أما بالنسبة للزاوية التي تليها وهي زاوية تسديث إيجابية بين القمر وبين بلوتو وهاي رح تكون تقريبا قبل منتصف الليل بصد دقائق يعني الساعة 11 و54 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش اللي هي من منتصف ليل الاثنين على الثلاثاء وهاي زاوية الأخيرة لأنه بعدها في خلو مسار هاي الزاوية بتعزز قدرتنا على السيطرة على مشاعرنا وأفكارنا ومنتمكن من الغوص عميقا في نفوسنا وإحداث التغييرات المطلوبة طبعا هاي الزاوية تأثيراتها من ساعات تقريبا ما بعد الظهر لغاية ساعات فجر يوم الثلاثاء بعد هاي الزاوية مباشرة بيبدأ عنا قلو المسار يعني قلو المسار رح يبدأ الساعة 11 و54 دقيقة مساء بتوقيت جرينيتش من مساء اليوم الاثنين وبيستمر حتى تمام الساعة 2 و16 دقيقة صباحا من صباح يوم الثلاثاء بتوقيت جرينيتش هذا بيعني انه الفترة المذكورة لا تصلح للبدء بأي عمل جديد او مهم مثل توقيع عقد او خطوبة او زواج او شراء شيء ثمين بل اكمال العمل اللي بدأنا فيه قبل قلو المسار طبعا قلو المسار رح نذكره في حلقة بكرة برضو اللي هي توقعات يوم الثلاثاء لانه هو رح يمطبق في توقعات يوم الثلاثاء اكثر لانه توقعات ليلة الاثنين على الثلاثاء بتكون بالنسبة للاعضاء اللي في جسمنا الاكثر حساسية واللي لازم نوفر لها العناية الاضافية اليوم اللي هي الاعضاء التناسلية والمستقيم الشرج الاحليل الغداد التناسلية المبيض البروستاتا عدم عظم العانة والجينات بالنسبة لهذا اليوم طبعا يوصى باجراء العمليات الجراحية لانه القمر بلش ينحصر عن المكتمل ولكن بيظل في نوع من انواع ميوعة في الدم او سيولة في الدم عشان هيك اللي باخده اسبرين بدهم ينبهوا الأطباء قبل العملية لهذا الموضوع ويكونوا اوقفوا بأدوية المميع قبل بثلاث ايام من العملية برضو هذا اليوم مناسب لأمور الحجامة لأشخاص اللي بيحبوا يعملوا حجامة اليوم مناسب للحجامة ايضا وبرضو مناسب لتبرع الدم طبعا الزهرة بما انها اليوم منتحسة فعشان هيك هذا اليوم غير مناسب لعمليات الجراحية التجميدية ولكن مناسب لا أمور لها علاقة بالحقن او تجميل البشرة ولكن هذا اليوم يصلح لازالة الشعر الزائد ولا يصلح للقص العلاجي اللي هم الناس اللي عندهم تلف بالشعر او ضعف في انبات الشعر لا يصلح اليوم لقص الشعر علجوا شعرهم ولكن يصلح لقص الشعر التجميلي مثل الصبغ او القص العادي بالنسبة لمطعم كورونا طبعا ما في اي مشاكل اليوم ممكن تظهر بعض الاعراض الطفيفة مثل ارتفاع درجة الحرارة وهذا بندول او براستمول يفي بالغرض حبتين كل ست ساعات او عند الحاجة تفي بالغرض بالنسبة لعمر القمر عمر القمر انحصار المكتمل 17 يوم في تمام الساعة 27 و 26 دقيقة مساء بتوقيت جرينتش بصير عمره 18 يوم نسبة الاضاءة اليوم بتصير 90% اما بالنسبة لمزاج الكواكب وطباع الكواكب لهذا اليوم الشمس في الحمل حتى يوم 24 طبعا اليوم سعيدة بنسبة 45% القمر في العقرب حتى يوم 19 4 طبعا الان هو منتحس بنسبة 10% ولكن مع ساعات الصباح الباكر بصير سعيد بنسبة 15% وبيكمل طيلة اليوم عطارد في الثور حتى يوم 29 4 منتحس اليوم بنسبة 10% الزهرة في الحوت حتى يوم 2 5 هو الان سعيد بنسبة 30% موعد بث الحلقة ولكن عند ساعات العصر بسبب كل الزوايا الصعبة اللي راح تتشكل اليوم فرح ينزل منتحس بنسبة 10% المريخ في الحوت حتى يوم 24 5 ما زال منتحس بنسبة 25% بسبب انتقاله او تأثيرات انتقاله المشتري في الحوت حتى يوم 10 5 سعيد بنسبة 15% زحل في الدلو حتى يوم 4 6 سعيد بنسبة 15% ورانوس ورانوس في الثور حتى يوم 24 8 سعيد بنسبة 15% نبتون في الحوت حتى يوم 28 6 سعيد بنسبة 15% ابلوت ابلوت في الجدي حتى يوم 29 4 سعيد بنسبة 15% اوصلنا للتوقعات اليومية برج الحمل طبعا اليوم القمر صار موجود في البيت الثامن فعشان هيك اليوم بيحمل فرص لمكسب مالي مصدر شراكة او تعويض ولكن صحتكم او صحت قريب لالكم بتكون بحاجة للرعاية ممكن يتغير الوضع لصالحكم عشرط التحلي بالليونة والدبلوماسية في التفاوض ممكن تضطر لتقديم بعض التنازلات او تصحيح الاخطاء اهم اشي انك تتقبل اراء الاخرين بدون تحفظ اليوم ممكن تنشغل بمعاملات او ملفات او مناسبات ولكن بدك تحذر انه برضو ممكن يكون عليك التزامات او دفعات مالية برج الثور بينصب تفكيركم حول تدعيم شراكاتكم لانه القمر موجود مقابلكم تماما فعشان هيك برضو طاقتكم بتكون ضعيفة بتكون حافظة على هدوء اعصابكم ونبرد صوتكم ولا تعرضوا لقاءاتكم للفشل بتحمل هاي الفترة نوع من انواع التوتر لانها تعتبر من اكثر ايام الشهر ضغطا عشان هيك بتكون حاذروا من الخصام وحاولوا انكم ما تعادوا اي شخص خلال هذا اليوم اتجنبوا الخلافات كليا لانه خصمك بهاي الفترة بكون قوي وطباعك مش هادئة برج الجوزاء بالنسبة لما وليد برج الجوزاء طبعا اليوم القمر موجود في البيت السادس اللي له علاقة بالعمل والصحة فعشان هيك بتكون تنجزوا اللي بوسعكم او اللي بتقدروا عليه من العمل المتراكم لانه رح يصير في ضغط على العمل ومطلوب منكم نجاز كثير من الاعمال اليوم فممكن شوي هيك تشتغلوا اشياء زي عمل اضافي او ساعات متأخرة اهم اشي انه برضو تنظموا جدول غذائكم وتاخدوا قسط كافي من الراحة لانه اليوم شوي برضو الصحة بحاجة للرعاية الاجمال بترتاح لصير بعض الامور الروتينية بالرغم من كثافتها اهم اشي زي ما حكي نتراعي وضعك الصحي وتعيد ترتيب الاوضاع لانه يعني شوي الضغط رح يكون على العمل اكثر برج السرطان بالنسبة لما وليد برج السرطان طبعا القمر في البيت الخامس وهو بيت قوي جدا بالنسبة لكم ايجابي فبتجتازوا يوم ايجابي بيبعث على البهجة والانشراح وما بيتخلى الحظ عنكم عاطفيا وماليا برضو اليوم بيحمل فرص مناسبة لتحقيق انجاز فبدك تضع مخاوفك جانبا وما تتهرب من مسؤولياتك الاجواء مناسبة للتلاقي والتعارف والحب والغرام والهوايات برضو ويعتبر هذا اليوم من اجمل ايام الشهر واكثرها حظا برج الاسد بالنسبة لمواليد برج الاسد اليوم الضغط كله له علاقة بالبيت والعائلة والمسؤوليات فعشان هيك اليوم رح تنهمكوا في ادخال تعديل على مسكنكم او مناسبة بتكون ملفتة للنظر بتكونوا انتوا بكامل طاقتكم فيها منكم اشخاص ممكن يغيروا محل اقاقاتكم فيها او سكنهم او يميلوا لأفراد العائلة او مديد العنلة لهم اهم شي انكم ما تسمحوا لبعض الالتباسات العائلية او الشخصية بانها تأثر على استقرارك بدك تضبط اعصابك ممكن اليوم تنهمك بحل مسألة عائلية او شخصية وشوي ممكن تكون قلق او تتدمر لأقل اشارة برج العذراء بالنسبة لموليد برج العذراء اليوم بتنشطوا في الدراسة والسفر والاتصالات لانه اليوم نشط جدا بالنسبة للكم وهذا يوم مناسب للخروج في نزهة قصيرة ولتعزيز العلاقة مع اخ او جار او مناسبة معينة وبتقوم بمفاوضات حثيثة ومفيدة اهم اشي انك تعبر عن رأيك وتفاوض بجراءة لانه اليوم انت بتتميز بسرعة بديهة عالية جدا وقدرة على ايجاد الحلول اللي كان صعب في الايام الماضية انك تجد لها حل برج الميزان بينصب اهتمامكم حول ضبط ميزانيتكم ما زالت الاجواء لها علاقة بالامور المالية والفرصة اليوم متاحة للحصول على مال بيكون على الاغلب من عمل اضافي او مستردات هبات او حتى دفع فواتير والتزامات ولكن اجمالا بتتحسن المعنوية عندكم وبتقوى الثقة بالنفس وبتختفي الهموم وبتطمئن هواجسك اهم اشي انك توظف اموالك بشكل حكيم وممكن اليوم تحصل على ربح من جهة اجنبية او غريبة برج العقرب بالنسبة لما اوليد برج العقرب طبعا القمر صار موجود عندكم اليوم معناته انت اليوم عندكم نشاط وعندكم حيوية وبينجذبلكم افراد من الجنس الاخر اكثر اهم اشي انكم تبادروا لخطوة جديدة من شانها ندعم من مركزكم الاجتماعي اليوم بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة وبتتلقى اشارة او خبر برضو بتنتعش العواطف عندك وبتزدهر وعندك اليوم لقاءات وممكن تتلقى مفاجأة سارة وربما تفرح لحدث كبير هاي فترة ممتازة جدا وتعتبر داعم لإلك بكون برج القوس بالنسبة لموليد برج القوس القمر صار موجود بالعقرب يعني بيت متاعبكم فعشان هايك هذا يوم غير مريح صحيا ونفسيا رغم عدم وجود اي مخاطر حاول انك تنجزوا فقط ما بوسعكم من العمل الضروري وتخلدوا للراحة ابعد عن المغامرة والرهان على الحظ ممكن تعاني من تراجع في الارباح والمعنويات والحيوية اهمش انك ما تجازف بسلامتك فترة فارغة من الحظوظ فما تراهن عليها نهائيا بدك تصبر لغاية صباح يوم الثلاثاء لحد يتم القمر يوصل لعندك برج الجدي بالنسبة لموليد برج الجدي طبعا القمر صار موجود الآن في بيت يعني قوي اجمالا بالنسبة للكم فعشان هيك اليوم نشاطكم كله رح يكون على المستوى الاجتماعي فاليوم بتنشطوا اجتماعيا وبتلتقوا اشخاص بترتاحوا لصحبتهم بوسعكم تحقيق امني بمساعدة صديق وهذه فترة مميزة للتحالف والتعاون والمشاركة الفعلية كمناسبات مثلا او دعوة لحضور مناسبة او تكون عندك انت مناسبة فعشان هيك بدك تقتنس الفرصة لاعلان رأيك وللحصول على موقع معين فعشان هيك بدك تتفاعل برضو ما المسؤولين بوموروني وليوني برج الدلو بالنسبة لما وليد برج الدلو طبعا القمر صار موجود في بيت السمعة فعشان هيك هذا يوم مناسب للاشخاص اللي بيبحثوا عن عمل او بيرغبوا في ادخال تحسين على طبيعة عملهم واليوم برضو بتقدروا تنجحوا باثبات جدارتكم واني الرضا المسؤولين اهم ايش انك تحافظوا على هدوء اعصابكم ما تحاولوا اثارة المشاكل هاي فترة مهمة بتمتحنك اهم ايش انك ما تضعف ما تستسلم ما ترتكب الاقطاع وحافظ على هدوءك ورصانتك وتمسك بالمسؤوليات المطلوبة منك برج الحوت بالنسبة لموليد برج الحوت طبعا اليوم هذا يوم مناسب جدا وقوي جدا بالنسبة للكم فممكن اليوم يصلكوا خبر سار من اشخاص خارج البلاد او تشعروا بقوة العاطفة مع احبائكم او تنقلات واتصالات وحوارات من هذا القبيل وحتى على مستوى الامتحانات يوم ممتاز ولكن ما تعتمدوا على الحظ بدكوا تعتمدوا على قدرتكم هذا يوم مناسب لاجراء مقابلة وبرضو بتستعيد حماستك وبتنطلق في تنفيذ خطة او فكرة جديدة هذا يوم برضو ممكن تتلقى اشارة او خبر سار وتعتبر هاي الفترة من افضل ايام الشهر وبتكون الفترة هاي نشطة جدا وبتشكل لك محطة للانطلاق بورشة جديدة او فكرة جديدة هيك من كون انتهينا من توقعاتنا لهذا اليوم والله اعلم يا رضى الله ورضى الوالدين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك اترككم في رعاية الله وحفظه الى اللقاء اشتركوا في القناة